خفة الدم من الحاجات اللي بتميز الشعب المصري طبعا تلقائيتهم وعفوياتهم في الكلام والتعامل مع اي حدف بتختلف تماما عن اي حد دايما تعليقاتهم بتبقى نقطة في حد ذاتها وعشان كده طبعا فن الستانداب كوميدي كان لازم يكون ليه مساحة كبيرة بين الشباب وكل يوم بنكتشف نجوم جودات في الكوميديا يعني اي استانداب كوميدي ذا اللي حنعرفو من دفنا اللي منورنا وهو من اشهر الستانداب كوميدينز في مصر محمد حلمي ازايك يا محمد ازايك ا لأخبار الحمد لله abel حلوة من أشهر لسنة كوميديا في مصر الضحف. عجبتك؟ جداً. هقولها تاني. بعد إذنك. الحمد لله. قولي يا محمد. يعني إيه ستاند اف كوميدي؟ أوكي. الستاند اف كوميدي هو فن النقد السخر. بمنتهى البساطة. بيكون معك مايك. بتطلع على مسرح لوحدك. بشخصيتك مش بتمثل. بتتكلم عن موضيع. بتقول مش نوكت. على حسب بقى انت ستايلك في الكوميديا إيه. بتلاحظ حاجات فتتكلم عليها. انت ستوري تيلر فتحكي قصص. وهكذا. يعني فيه أنواع جوه الستاند اف كوميدي. طبعاً. وانت بتبقى مثلاً متمارس في حاجة معينة. وبعدين غيرك حاجة تانية. ولا كله بيعمل كله. يعني في الأول. في أول خمس. أنا بشوف ان في أول خمس سنين. في حياة أي كوميديا لازم يجرب كل حاجة. بس فيه حاجة بتنور شوية. فبتحس ان انت اه دي بتاعتي. فبتلع فيها أكتر بقى. طب قولي ايه الأنواع. يعني مثلاً انت بتقولي فيه ستوري تيلر. يعني واحد بيحكي قصة. بالزبط. حقيقية. ولا بيقلفها. ما دي الفكرة بقى. مش لازم تكون حقيقية. يعني. اه بيكون موقف حصل له. بس هو بيتويكت او بيزبطها على. الستركتور بتاع الستاند اف كوميدي. اللي هو بريميس و بيفرش. سيتاب. وبعدين بيقى فيه بانش لاين. وده بقى في كل. شروح لنا بقى. ايه البانش لاين. البانش لاين. ده الحاجة اللي بتقولها. بعدين الناس تضحك فيها. يعني انا كنت ماشي في الشارع. ده انت كده يا ستاب. اتكابلت وقعت. سي. ده بانش لاين. فنستتحك عنه. وكذا. مش بالسازاجة دي. بس. الستاب اللي انت بتفرش فيه النقطة. او بتفرش فيه الجوك. بتتكلمنا او بتحكي موقف مثلا. البانش لاين هو الحاجة اللي بتقولها. بتستنى بعدينها دحك وتسقيف. بس. ده بالنسبة. ده في كل. كل الستانداب. اه في كل. إلا الوان لاينر. خلينا نقولك الاول ايه هم. وبرضو دول مش كلهم. بس. انا على دراية بيهم. ده بتلاحظ حاجاتهم بتتكلم عليها. بشكل كامل دي بقى. انت شايف ان السواقة فيها مشكلة. انت بتتكلم عن السواقة. شايف. شبه قوي ستوري تالنك برضو. مش شرط. وفيها ستوري تالنك. وفيها ستوري تالنك. انت بتتكلم عن السواقة. فانت شايف ان السواقين كلهم بيعملوا حركة معينة. ده مش ستوري تالنك. انت بتحكي حاجة انت لحظتها. اوكي. بتوبزورف فبتحك. ماشي فهمت اوكي. وبعدها تحكي قصة عن السواقة حصلت معك مثلا. وهكذا. فالموضوع بي ميكسن ماتش. والفن. حاليا عنها لك. كل واحد بيكلم في الحتة دي بطريقته قوي. فهم قصدي ايه. بس. دول انواع. انت بتقول لي انا بواقف على الستيج. وانت مفروض ان انت مستني ان اللي قدامك دول يكونوا بيتحكوا بعد ما تخلص البنش لاين. انت شوف تعلمت بانك ازاي. ايه رأيك. طيب. ايه اللي بيحصل لو انت لقيت ان الناس اللي قاعدة كده صنم. وبتحركوش ولا بيتحكو. حصلتلك. يعني. كارثة. احنا كمان طمعين قوي. فاحنا بالنسبة لنا ضحك الناس. احنا عايزينه يبقى اكسترا. عايز ضحك وتسقيف. فانت لو جالك ضحك بس. انت بالنسبة لك انهم كده سكتين. لسه. اه انهم كده مش بيتحكوا اوي. فهم قصدي. يعني ما حصلتش بمشاعة ان هي تقول جوك ما تجيبش خالص. بس بتقول جوك ما بتجيبش اللي انت متوقعه. اوكي. فهي اما بتتتويكل سات بتاعتك. اللي ما تدع للبقية. جايب صحابك بقى طبعا عشان احتياطي ولا لا. كنا بنملى المسرح صحابنا. لكن دلوقتي خلاص بقى. بيكون الناس جايلك مش عارفينك. فلما بيحصل. لو انت على حسب بقى بالك قدية بتعمل استاندوب. فلو انت محترف كفاية. هتعرف تغير الماتيريا اللي بتقرأ الاوضة. عاملة ازاي تقرأ الروم اللي قدامك. الناس دي هيحبوا متيريا لكذا. فتزبطوهم الماتيريا اللي قدامك. يعني انت بتشوف على حسب الاودينس هتحكي ايه. او هتقول ايه. محضر من الاول. بيكون متحضر تماما. اوكي. عارف هتقول ايه. بس لو حصل اي امرجنسي زي انت بتقوليها كده. قلت الجوك ما اقابتش. حامل حاجة من الاتنين. يا اما اكمل. انا عارف ان انا في جوك جاي هتعجبهم. يا اما هغير الماتيريا اللاست مينت كده. وده صعب قوي يحصل لو انت لسه في الاول. او طبع. بس اللي بنعمله ان احنا بنحاول نكتب ماتيريال سات كاملة. فيها كده جوك مختلفين. عشان تناسب اي حد موجود. فلو بتحكش على دي. حيث حكت دانيا. بالضبط. فبرضو انت كمان سبريت بتاعتك ومعنوياتك. اكيد ممكن تبقى في الارض وما تقدرش تكمل مثلا. لو لقيت الاودزينس ما بيتحكش. فيه ناس بتعمل كده. فيه ناس بتعمل كده. اه. احنا بدي اعمل اوبل مايك. فالاوبل مايك ده بيكون فيه ناس جديدة. ففيه ناس جديدة بتطلع بتقول اول طول جوكس. ما بتجيبش. فبتقول مايك انها هنزل. على المسرح. بتحصل. حصلت مرة او مرتين. هذه الدرجة الموضوع صعب. اه طبعا. هذه الدرجة الموضوع صعب. نفسيا اكتر من اي حاجة. فهم اصلي. انت انت تكون محدر نفسك ان انت. انا بقول لأي حد. ايه لوورست كيس داري. مش هيتحكوا. عادي. مش هيتحصل حاجة. هاتجار المرة الجاي او هيتحكوا. طبعا قصدي. خلينا نروح نشوف فيديو ليك من ارجع تاني على اطول. خني مع كل الاكاونتات الفيك اللي عملتها. وبيحلفلي انه ما بيكلمش غير يا حلمي. ما ايوة. ما اه ما هو كلهم انت. هو عارب ده. انت بتستسكي. وهو الراجل مش كداب. يعني هو مش ههو بجنب النار. حلفانه سليم. بس هو بتاع بنات. اخلي بتاعي الواحدة ازاي. ايه الانانية دي. هو بتاع بنات. بتاع بنات كدير. انت هتجي تسقلي مزاج الراجل ليه طيب. ما تبنيش عنونية. الله. سيبيه بتاع بنات. هو مبسوط دلوقتي. طبعا. طبعا خوفك في نحله. تمام. واي راجل اوعى تقرف جنب بنت جعانة. في الفترة ما بين الوردر. وهو نازل. ما تتكلمش معها. عشان سلامتك. صح المغضاء. اللي هو اني واحد فيه. تاجوة. انا. صح؟ انا لو انا جعانة محدش يكلمني. او مش نايمة. طبعا. بس بروفو عليك ان انت عرفت الحاجات دي. اي بني آدم. مش بس البنات. اي بني آدم مش جعان. او يعني الرجل كامل لما بيبقى جعانة. او مش نايم بيبقى خلاص كده. يا خبر اكيد طبعا. طبعا يعني كلنا زي بعض. كلنا زي بعض. طبعا طبعا. طبعا. احكيني بقى على فقرة الاسئلة دي. فقرة الاسئلة دي. الناس بتبعث لك سؤال. ولا انت اللي بتحط السؤال اللي هما بيجابوا عليه. لا لا. هما بيبعتوا لي اسئلتهم. اوكي. فانت بتجاوب على الاسئلة بتاعتهم. بالضبط. اغرف سؤال جالك ايه. لا في اسئلة كثير جدا. ما يفعش تعالي على التلفزيون طبعا. اوكي. لا اللي ينفع. قولي اللي ينفع. اغرف سؤال. لا حاجة كده دي. اللي هو مثلا. سابني عشان مراته. لا. ما لهوش حق. نفعش. ازاي بحاجة زي كده. افهم اقصد ايه. حاجة كده بقى كلها ريليشنشيبس اكتر. والناس برضو بتريديت اكتر للريليشنشيب اسئلة. طبعا. العلاقات. الناس بتحبها قوي. وانا فالاول قطبولي الناس يسألوني عادي. بدأت تجيدي اسئلة بجد. لا يعني هم عايزيني اجابة بجد. اه اه اه. انت طبعا اكيد من انت يوناتك الفايد فورتس خالس. اه. اقولهم كده. مع الوقت قطبولي جماعة بصوا انا طالع او هزر. الموضوع اتفهمت جده. يبعتولي اسئلة غريبة. اه. فأي فنك ان بدأ الجمهور يبعتلي اسئلة هو عملها اهم قليفها. اه اوكي. بس دي لذيذة اوي. جدا. انا ببصد جدا. طيب اه انا بقى عايز اعرف منك حاجة. هل وانت بتكتب stand up comedy. حسيت في فترة ام مش وانت بتكتب صورية. اول فيديو. حسيت ان مثلا ما كانش عليه اقبال اقبال شديد او حاجة. بصي انا بعمل فيديوهات من زبادة اوي. انا بدأت اعمل فيديوهات من 2013. كنت بعمل فيديوهات طويلة جدا. اسمها في العربية. اه. كان فيه طبعا فيديوهات كتير جدا ما بتجيبش. والموضوع كان مجهود اكتر من الاوتكم اللي بيجي منه. يعني كنت مجهود كبير جدا. والريتش مش عالي خالص. اه. دلوقتي البداية التانية بتاعت الاسئلة. كانت ان انت بت. الموضوع سهل. بصور سؤاله بنزله في الاول خالص. فالموضوع راح لوحده كده. حاليا بقى لما انا بكون منتظر من فيديو معين دي جيب اوي. فيه فيديوات ما بتجيبش. بس دايما بمفكر نفسي انني مش لازم كل حاجة انزلها تجيب فيو. طبعا. مضبوط. الموضوع مش هزيب يكون استرسفل وفيه توتر لهذه الدرجة. جيت امتها بتتبسط. فهمه؟ صح. مجزل الفيديو جايب مجابش صباح الفن. بزبوط. خلينا نروح نشوف اللايف بتاعك. ونرجع. يلا بيض. ازاي حضرتك؟ اسم حضرتك ايه؟ تفتكلي ياسمين ليه احنا كتبجالة. منحب زيب تلجنية عمصر المصاريين. من غير شتايمة. أنت معاقة تدخلينهم. أما ليه؟ ممكن تبقى تتفق مع احد من انت هتعمل فيه مقلب ده يعني؟ مش المقلب هو انت تتحدث مع ايه وبتدحكه وتسأله حاجات برايفتة وكده. في حاجات قوية قوي. بقوله خلي بالك أنا هسألك مثلا لو حد صحبي أو لو حد لو سؤال ممكن حد من جمهور يقلق يجاوبه فبقوله أنا هسألك سؤال تجاوب معي إلعب معي ما تقلقش مش هقل منك بس ما بتقولهش على إيه سؤال عشان تاخد الرد الحقيقي وفي العدي ما بيحصلش يعني أنت تتكلمي مثلا في واحد في المية اللي بنقول إحنا نعمل إيه أو بنقول لحد لو سؤال مقلق بالنسبة للناس بنكون قليل حد هسألك فإلعب معي لحد الآخر وده مش بيحصل يعني بيحصل في فترات قليل قوي أو في كيسز قليل قوي العادي إن إحنا بنطلع بنقول اللي إحنا محضرينه وبنفاجئ الناس بي فهمت يعني في سؤال هتقال بس ألا أحد ما روح أسأل أي حد رادلم كده إسمك إيه وأبدأ ألعب معي شوية أنا ليس ما أجي يا حضر مرة بعد إذنك أنا هاجي وسألني أنا عزمك هعمل كده لو سمحت طيب على السوشال ميديا بقى قولي إيه عدد الفولورز بتوعك عرفني كده عن الإنستغرام بتاعك عن الفيسبوك يوتيوب تشانل تقريب معنيش يوتيوب تشانل أو كان عندي زمان في العربية مش فاكر كان عليها قد إيه بس حالياً هو الحاجات اللي أنا بركز عليها أقولي تيك توك وإنستغرام الإنستغرام تقريباً تلتمائة وأربعين أوكي تيك توك سبعمية أو حاجة ومش كليشي مليون كده هو حلوين هيقربوا هيقربوا بس فعلاً أنا بشوفها مش فعلاً بعدد الفولورز هلقد ما هو صح الكونكشن بينك وبين الناس اللي عندك الناس دي أنت أنا بحسهم فعلاً لما بنازل أي حاجة في سبورت رهيب بحيس الناس دي معي في ظهري بجد يعني حتى في الأسئلة حتى لما بقول لهم هزروا معي في الأسئلة بيهزروا خلاص هم فهموا صحاب جداً عندي حفلة عايز انترو ميوزيك معينة بنختارها مع بعض وهكذا فبحس إن هو الموضوع مش بالعدد عشان أنت كمان بتشاركوا من الحاجات وبتصلوا منهم تربات فبيحسوا إن هم كمان قريبين منك طبعاً أنا بحب بعمل كده جداً وهم بصراحة ما أسروش يعني فبحس الموضوع حلو وأنا مبسوط بيهم جداً جداً نتكلم بقى عن جزء التنمر عملت الفيديوز قبل كده أنت أحد تنمر عليك ككومنس يعني طبعاً هتلاقي فيه ديسلايك حتى لو هو أي لأ ما هو فيه فرق بين أنت تلايك وديسلايك أنت يعجبك حاجة أو ما يعجبكش حاجة وفرق بين أنت تعمل كونتنت وحد يكتب لك كومنت بجد بيتنمر عليك فيه مش تنمر برضو على عد ما هو ده بيحصل طبعاً طبعاً وبحس إن هو دلوقتي السوشال ميديا كل حد بقليه رأي حتى لو رأيه ده مش فتأ ومش مظبوط أو حتى انت مش محتاجه بس لا هو فيه ناس بتتنمر أو بتكتب نغتب كومنت كده لازم يعبره كده هو زي ما بقولك مهما كنت عملت إيه مفيش حد في الدنيا مجلوش نغتب كومنت الفكرة بقى أنت بتفرق هل هو بيجي لك كامل كبير من ده أو الريشيو بتاعة النغتب كومنت والكومنت الحلو فالحمد لله أنا في الحتة دي الكومنت الحلو أكتر بكتير الحمد لله كنت بقول في الأول إن أنا هرد على كل كومنت وشوف بقى ليه بيعمل كده وبعدين قلت لأ طبعا لا لا يفعلش خوض فبقيت بتا جاهل تماما تماما طب لما حد كان بيضايقك بجد بيضايقك فيه واحد ممكن يعني فيه نقد طبع وفيه إن حد بيتنمر الفرق بينهم كبير جدا طبع لما حد كان بيتنمر عليك كنت بتتعامل إزاي مع ده كنت برد عليه في الناغي بجد والله كنت بقول لأنا هرد 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 بقى يقول لأ أنا هرد عليه في الناغي فبكتب الرد وتمام وما مردوش بعد فترة الحاجات دي بتبقى من نسبالك خلاص خلاص بقى يعني تعوت آه وبتسيبيو أو بتنقذك من حياة كتير أو مشاير كتير أوي هتحط نفسك فيها وبعتقد إن الشخص اللي بيكتب كومنت بيتنمر ده أو بيكتب كومنت وحش مش في محله وغير النقض تماما لو إي حد بينقض بقعد أتكلم معاه جدا جدا بيكون يعني مفيش ميز مفيش أساس ولو دخلت معاه في مناقشة ولو دخلت معاه كنتو ليت تبتنمر كده أو هكذا مش توصل لحاجة خالص لأ خالص آه الموضوع بقى أريح بكتير بس ممكن تعمل حد بلوك آه طبعا عملت قبل كده الناس كتير أنا مريح دماغي بقى دلوقتي آه أي قومنت مش عجبني خلاص بقى يعني انت دي هنا انت دي عندي طيب طالما أنت أنا حكت فيه مش عجبك بتروح عمله بلوك آه وبرطو ده قل عيل قوي تاني الرشو دي قل عيلة قوي أنا بحيث أن أنا شخص محظوظ أن أنا عالي الناس اللذيذة اللي بتحب اللي أنا بعمله أكتر بكتير قوي من الناس اللي بتكتب كده كاملت السخيف طيب ده بالنسبة للناس على السوشيال ميديا وتنمرهم على الشخص المشهور أو اللي بيقدم كونتنت على السوشيال ميديا بالنسبة للستاند اب كوميديونز اللي بيتنمروا على الأوديونز أو على موضوع معين ممكن يكون بدايق ناس كثيرة جدا موجودين بيتفرجوا عليه أو بيتكلم فيه عمتا إي رأيك في الموضوع ده رأيي الشخصي تماما هو فيه حاجتين فيه رأيين أول رأيي اللي هو الكوميديا دي حاجة كوميدي فأنت ككوميبيان انت معاك جريل لعايت تعمل انت عايزه انت بتهزر انت مش بتوفند حد انت بتحاول على قد ما تقدر تتكلف اللي انت عايزه فمعاك الجريل لعايت انت تعمل اللي انت عايزه معينة ما يفعش تتكلم فيها منها التنمر اعتقد يعني انت لو اتمرت على حد هو الدايق هو ممكن يعني ياخد تجاهك حاجات اعتقد انا رأيي الشخصي انت الناس دي جاي لك لو انت تعمل استاندب فالناس دي جاي لك جاي تحضرلك والفن لسه مش معروف قوي في مصر فانت هتلعب مع الناس دي مش هتقل منهم ودايما فيه رول كده في الاستاندب واعتقد كل الكوميديانز بيعملوها دلوقتي في مصر ان انت نافر بانش داون ما تتريقش على حد او ما تهجمش ناس اقل منك يعني مثلا انا راجل تخين شوية ممكن اتريق على واحد جسم حلوة هيتقبلوها لكن العكس لأ لو انا فورمة ما يفعش اتكلم على حد اوبرويت فده بانش داون فاحنا دايما بنحاول نفهم ده للناس اللي طلع وبنفاهمهم نفسنا كمان ان احنا يعتبر الجيل ده لسه طلع فلا ما فيش تنمر الاصلي هو الكوميديا لا بتحصل محمد ساعد بنائي بيطلعوا على الستيج وبيتنمروا على حد من الأدينس اللي قاعد او بيتكلموا في موضوع ممكن يدايق يعني حاجات لها علاقة مثلا بالدين او حاجة لا لا الكلام دا مرفوض تماما احنا عندنا في مصر مش بنتكلم ولا دين ولا جنس ولا سياسة فالتالي هتدول على جمب تماما ما يفعش اي حد يتكلم فيه معين دول الفن قائم عليهم بره بره اه وده تشالنج لا بس دي عشان كارتشر بتاعت بلدنا بالضبط وده تشالنج بالحب اللي عمله اللي احنا بتشوف هندحك الزنق في الحاجات دي تنمر على اشخاص غير ان شخص يبقى اوفند من المتيرير بمعنى لو واحد قاعد في الجمهور لو انا جيت اتكلمت معه واتنمرت على شكله او على عيان كان هو بيعمل ايه ده تنمر صرف ده غير مقبول تماما ان انت تقول جوك حد يحس ان ايه ده ما خلاش المفروض يقولها هي ممكن تكون بنزل شخص تاني مضحكة جدا فهو الموضوع تسجد تبقى ايه انت ايه الازة حاجة انك تبقى اه 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 تتكلم تحاول العادة ما تقدر تكسب كل الجمهور اللي قاعد بس طيب خلينا نروح نشوف فيديو كمان نيك ونرجع اعزائي الحاومي بقى لزيت الشهور بحاول اعمل دهية كل يوم بابدأ او من الاول كل يوم كانوا اول يوم والله العظيم بقول هو النهاردة خلاص النهاردة فيه عزيمة يلا بينا بقى فيه ارادة النهاردة هو النهاردة فيه بيت مسدوق الصبح بنتهي اني انا غطصان جوا بكت اه ايانا وانا مش بقول ان انا بعمل دايت انا بقول مذبط اكلي اصل ليه ليه المصطلحات يعني ايه دايت يعني ايه يوم فري وليه منسغره اليوم الفري ده هو كان يوم بعدين بقت ساعة باشا الحق دخل اي حاجة تعرف تدخلها انت جمل دلوقتي الساعة دي بقت وجبة فري ويعني ايه فري ما انا فري هو انا بتاعك ايه هو دا هل انت خلاص بقى مهما كانت المغريات النهاردة انا هبدأ ضايل يلا بينا بقى فيه ارادة النهاردة هو النهاردة محمد هتكمل في الستاند اوب كاميزي ولا بتفكر ان انت تمثل الموضوعين ما يتعرضوش مع بعض تماما تعمل اثنين طبعا الستاند اوب وديكت مشكلة حصلة زمان وخلت الستاند اوب ما يتلعش او اجلت شوية ظهور الستاند اوب ان معظم الناس واخدت الستاند اوب خطوة للتمثيل الموضوعين مختلفين بالزبط طبعا انا عايز امثل وبحاول امثل وباخد ورش وبحاول اجهز نفسي من 2015 بس الستاند اوب نكمل معايا ويا رب لما ما حصلش ايه حاجة خليني وقف استاند اوب لان الستاند اوب انا صوتي تعبال قوي حاسة بها اه نتعين شوية بس عايز احنا هوتو ميتر اه بعين جدا احنا بعين عن بعن احنا بعين جدا اه الستاند اوب فان في حرية معينة مش موجودة في التمثيل التمثيل لي حلوته ولي كل حاجة بس انت ملزم بسكريبت الكاتب كاتبه انت ما فقاش تزود عليه في رب العمل اللي هو المخرج انت لازم تسمع كلامه انت في الستاند اوب انت كاتب لنفسك انت مخرج عملك انت بتتحرك براحتك وان من شو بالزبط وان من شو معاكش اي حاجة غير انت وشخصيتك فالحاجتين دول يخدموا على بعض جدا جدا هنا حاجة وهنا حاجة والفنين مش بعين بس مختلفين تماما فان شاء الله كامل الستاند اوبط طبعا مهما مسلت ان شاء الله وانت نورتين نهارده مرة جاي هاحضر بجد هستناكي اه وانا عايزة تعمل معي البنش لين انا تعلمت زين نهارده شفت انا همشي نهارده اليوم كله هقول بانش لاين كلمة جديدة احضاري فليز هستناكي وهناعمل بانش لاين وان شاء الله وكده تكون خلصت حلقاتنا اشوفكم بكرا ان شاء الله باي باي